التالت ومخبت عرفش طب وليه ما بتقولش يا كنتاليدة يعني محمد صلاح لما فتوريا مسك المنتخب كلمه اهنها عن المنتخب isé اهن وانا عارف ماذا حصل وفتوريا اهن قاال انه محمد صلاح كان اول مكالمة اليه اهن لما لما مدربين تانيين مسكوا المنتخب محمد صلاح كلمهم بيهنيهم ليه ما تقولش انه محمد صلاح هو اللي يبادر ب ما يبادر في حالة وحدة وصغير هل انت وانت موجود في اندرى الاندهاء العظيمة اللي انت كنت بتلاعب فيها من خلال الردة أنا صاحب المدرب مع تلفون ميدو أقول لك مبروك عمري الوصل دوت لازم يكون حد قريب يعني فيتوريا ما محمد تكلمه عمري ما هيجيب تلفونه منين مثلاً صح؟ قول مثلاً من حد قريب أو الراجل عايز يوصل لمحمد ما هلازم المدير الفني اللي بيوصل للعيبة ميدو ومش محمد أو اللعيب أنت برضو حط نفسك في مكان محمد المفروض الطبيعي بأعظم واحد إحنا بأنك 18 سنين عايزين وهو ده المكان السليم في التوقيت السليم أن الكابتن حسام يكون مدير فني منتخب مصر طبعاً كان مفروض الكابتن حسام حسن طبعاً حسام أنا بكلمه أخويا وأخويا طبعاً أخونا وكبير كلنا ربنا أدي له الصحة كان أول قرار ياخده أقفل الصفحة بتاعت كل الناس اللي بتقول محمد صلاح أطلع على لندن أو أبعت لمحمد من خلال الإدارة أو من أي حد أنا عايز أجاب لك يا محمد ده الطبيعي كان هتقابل أحسن محمد عمر ما فيه حد طلب منه يروح يقابله في الملعب هناك أو في الملعب التمرغي لما يفتح تخلى لما يكون مدير فني رسمي أنت هتلاقي يورجون كلوب أحلى مقابلة تلاقي كل الدنيا كلها أروح بقى أعود مع الراجل وفي ميزة تانية إيه اللي نجح ميدو؟ مع الكابتن محمود الجهري وإيه اللي خلى ميدو السبب والمشاكل اللي ممكن نقول عليه حصل مع الكابتن حسن شحات أقول هلك أنا محدش ألهلك من يوم ما أنت بطلت كورك كابتن جهري لو تفتكر مع ميدو كان كل تمرينة تخلص يمشي الناس يجبني أفضل أعمل بالعشرين تلاتين كروس من نص الملعب ومن جنب الملعب على ميدو على رجل عشان أعرف وأنا بلعب ميدو تحركات إيه لو حطيتها له على دماغه هجيبها إزاي لو حطيتها له على دماغه أرضي فاكر إنت الفترة دية هل اتعامل معك مكتر حسن شحاتك كده؟ لا كابتن كلهم مدرب ليه مدرسة قول لا قول لا قول لا كابتن حسن ليه مدرسة تانية يعني نظام شغل مختلف ما لازم بقى إحنا عايزين ننجح ما إحنا عايزين نوصل لا إنت كنت تتمنى أن كابتن حسن وكابتن إبراهيم يروحوا لمحمد صواح نستتمنى ده الإجبار عشان تنجح إنت عندك أعظم لعب موجود دلوقتي عالميا وطريقة لعب وإزاي طريقة ميدوفاك لما إنت كان لك طريقة خاصة نجحك كابتن جوهري ما أنا مش هاجز مع كابتن حسن شحاتة أقول لي ميدون أنزل نص الملعب ولا أنت كنت مع كابتن حسن شحاتة بتخليني قاعدة جنن أنت بتنزل ليه نص الملعب أنت وكرة فيه كنت أنت فاهم ما ده مدرب كابتن جوهري كان بقول لك واحد اثنين ثلاثة عشان أنت أعرف ده عملها لك كده عب ستاري عملها لك كده كابتن حسام كابتن حسام وكابتن إبراهيم يعني نصيحة لا بغير موضوع محمد صلاح خلاص يعني خلاص عنفت موضوع محمد صلاح ويروح للنيني وحرام وظلم أكبر ظلم اللي بحصل في محمد النيني أنت أكتر واحد تتكلم عن نادي الأرسنال لأن أنا طالعهم لي ما شجعش غير الأرسنال تمام لما يجيلك العقيب ونيجي نهينه لأهانة اللي هو بيتهان هدية الجمهور طبعا عيب طبعا لا قلة أدب أنت عندك رمز عظيم رمز كبير بلعب في نادي اسمه الأرسنال وأرتيت أكتر من مرة تلاعميده وقالك ده رجل بيشيت بيه دايما طيب أنت عندك مع الكابتن جاهري العظيم على إيدك وعلى إيدي أكتر من خمس ست مشاكل إبراهيم سعيد كان بيعمل فضايح نادي الأهل يوقفه كان الكابتن جاهري بيلعبه لأنه مصري اللي عايزاه صح ولا لا كتير لعيبة نادر السيد كان أوقات كتير ما بيلعبش وكان يجي لعب أساسي صح ولا لا أصم الحضري في الفترة بتاعتنا كان بلهلي بتغلب بالخمسات والأربعات وكان بيلعب منتخب مصر في حتة إن إن إحنا ظلمين إن إني في وقت مش عارفوا إيه للإيه السبب يعني إنت عايزين إيه واحد بيلعب في نادي الأرسنال بنجمع اللي لا أصمم بيلعبش إنت مين يا أخي إنت مين الحاجة التانية لما تيجي تلاقي الناس اللي بتقيم على منتخب مصر قعد أميده هو أنت لعبت منتخب مصر أقول ده محددش على منتخب مصر طب إنت إزاي بتتكلم على منتخب مصر إنت ترفع أصدق المحللين أو المحللين والصحفيين يا جماعة أنا نفسي بس حاجة واحدة نفصل خليك أهلاوي قول اللي إنت عايزه محاس بيادة لقولك تلت التاتة كام زملكاوي قول اللي إنت عايزه صح؟ أما ما بتيجي تتكلم على منتخب مصر أو تقيم منتخب مصر أو تتكلم كلمة على لعيف منتخب مصر لو أنت ما لعبتش منتخب مصر مش بقى مباراة وعددت والتي سلام عليكم وليك كيان في اسم منتخب مصر يبقى ليك مصداقية عند الناس اطلع تكلم أما أنت أميده منتخب مصر دول اللي بعدها لها بيجيبوه ويتكلم على منتخب مصر فبتلاقي في قلع لعيبة تعرف لما مثلا يعني أصدق أن التدقى اللي حولينا المتخب لازم تهدأ خالص أنت في مرحلة جديدة مع مدرب مصر كلها عايزاه وكلنا في ظهر كابتن حسين وفي ظهره طبعا كابتن رضا نورطني حبيبا وبدأنا لك التوفيق مبسوط جدا سعيد سعيد دي كانت حلقة النهاردة من الريمونتاج